اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة بنامجكم حديث عراقي كل الشعب العراقي يمكننا ملاحظ وكل المراقبين الأحداث في العراق يلاحظون أن زعماء الميليشيات والقوى الميليشيوية قوى الأحزاب الحاكمة في العراق كلما سخنت الأجواء والعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكما يسمونها الجمهورية الإسلامية الإيرانية كلما وجهتهم إيران وجهتهم طهران للبدء بجولة جديدة للتعبير عن محاولات إيران للضغط يعني استخدامهم كأداة للضغط فيبدأون باستخدام قذائف هنا وهناك صواريخ هنا وهناك إطلاقات هنا وهناك والتصريحات بدءا من الاستقلال غير ناجز بسبب الوجود الأمريكي السيادة غير كاملة لأن أمريكا موجودة بالعراق وأمريكا مانعتنا عن كل شيء وما أعرف شنو وماكوا عدالة وأحنا من باب الوطنية والحرص على الحقوق والعدالة الاجتماعية وبهذا كلام الكبير وتصريحات إعلامية لها أول وما لها آخر عن سيادة العراق واستقلال العراق والسلطة يعني غير قادرة أن تفعل شيء ولا سلطة ما دم السلطة الأمريكية موجودة في العراق وأن أمريكا وصلت بهم الحال يقولون أن أمريكا هي التي جاءت بالإرهاب طيب إذا جاءت بالإرهاب يعني جاءت بكم ما هي جابت الميليشيات وجابت بدر وغيرها وغيرها وكل الميليشيات هاي رعتها وكل الحكومات هذه التي شكلت من عام 2003 لحد الآن والعملية السياسية والدستور هي اللي سوتها إذن كل هاي أدوات الإرهاب هي اللي جابت بها أنتوا الإرهابين هكذا يقولون يعني أنتوا الإرهاب لغيركم وأنتوا وطنيين وملائكة طيور الجنة الكلام غريب عجيب وأنه أمريكا هي راعية الإرهاب وهي جاءت في داعش واستثمرت به طيب ما أنتوا قاتلتوا تحت مظلة هذه التي استثمرت في داعش وجاءت في داعش وقاتلتوا بالموصل وبالرمادي وطائرات الأمريكية اللي تحميكم ودمرت لكم مدينة الموصل وخلتكم مفتوحة طرقها واستخباراتها وراداراتها وطائراتها وقذائفها وقنابلها كلها لخدمتكم والحجد الشعبي هذا اللي سموها الميليشيات كلها تحركت تحت مظلة مظلة الطائرات الأمريكية الشيطان الأكبر لكنهم يقولون لا لا إحنا لو لا يعني لو لا ميليشيات الحشد هم يقولون الحشد الشعبي لو لا الحشد الشعبي ومواركة دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما كنا نقدر نحرر شيء تحرروا تدمرتوا الدنيا كلها هجرتوا العالم سبيعتوهم سبايا ما هو هذا التحرير تحرر مدنك أنت مداخل بحرب ويدولة أخرى كثير من الدول من تدخل حروب ويدول أخرى تراعي المدن وتراعي عدم التدمير أنتوا في مدن تقولون أن هذا البلد تابع عندنا وإحنا عراقين ومنتمين إلى دمرتوا مدنك كامل كنتوا تقولون أنه في الموصل ستة آلاف داعشي طيب لكن بيها ثلاث ملايين عراقي دمرتوها المدينة على رؤوس أهله ولحد الآن ذيك المدينة شوفوا سويتوا بها وتتهمون فلان وفلان ماشي إرهاب موجود داعش موجودة هل يحق لكم أن تدمروا كل شيء من أجل ستة آلاف واحد تقتلون تخلون ثلاث ملايين واحد تحت القصف والعباد يقول لهم حيدر العباد رئيس الوزراء يقول لهم لحد يطلع من بيته وقو في بيوتكم وتالي بيوتهم تتهدم على روسهم بقذائفكم وقذائف الأمريكان الآن الأمريكان هم اللي رعون الأرهاب وهم اللي اللي جابوا داعش وهم ساعدوكم حتى لو كانت هي أمريكا نعم هي راعية للأرهاب رقم واحد بالعالم ولو لم تكن راعية للأرهاب لما جاءت بكم لما سمحت بتكوين الميليشيات لما سمحت لنفسها أن تحتل العراق بهذه الطريقة لما سمحت لنفسها تدمر العراق وتحاصل العراق قبل ذلك وتذبح العراقيين وهذا ما لا علاقة لبنظام سابق ولا لا حد يدخلنا بهذه القضية هذا إلى علاقة بشعب ووطن شعب خلوه تحت تحت القصف والقتل وما يعرفون هو كردي عربي بعثي مبعثي مسلم شيوعي حزب دعوة ما لهم علاقة القتلة هذا اللي اللي حدث ماذا اللي حدث وهذا البلد السباح وبكل مؤسسات بناء التراكم من سنة 1921 من تأسيس الدولة العراقي إلى 2003 دمروا كله وسرقوا أمواله وخلوكم تسرقون وتقتلون وتذبحون وخيرة الأساتذة وخيرة العقول وخيرة الطيارين قتلتوهم وطارتوهم وهجرتوهم وهجرتو الناس الناس عاشت بالمخيمات ست ملايين عراق عاشوا بالمخيمات على الجسر منعتوهم يدخلون البغداد لأنه تعتبروهم رهابين وما هلكم عراقيين مثلكم إذا أنتم عراقيين هذا واقع الحال الآن يقولون أن السفارة الأمريكية في بغداد يثكن عسكرية ومركز للتجسس وأمريكا مستهترة بالعراق وتنتهي سيادته وتحرج حكومة بأساليبها وغير ذلك لماذا هي السفارة الأمريكية هذه البناء الكبير في غير زمنكم في غير حكمكم انبنت هذه السفارة وانوضعت أسسها في زمنكم وهي اللي راعيتكم وهي اللي موجهة أموركم وهي دارة كل البلاد والأموال العراقية تدزوها إليها هل واقع الحال الآن صارت ما طيب والسؤال اللي طرح نفسه هو من أجابكم بالعراق يعني منه مثل ما تقولون حرر لنا العراق مو دا أمريكا مو كنت تسموه جيش التحريب مو كنت تقولون أمريكا صديقة لنا مو كانت فتاوى تقول لها قاتلون لأمريكان الآن تدعون أنه مقاومة أي مقاومة يعني من قاومتهم لم تقاوموا أحد أنتم المقاومين من الصدق الذين قاوموا من العراقين المساكين تعاونتوا ويا المحتل على قتلهم على أذلالهم والقبض عليهم ورميتهم بالسجون وعذبتوهم وقتلتوهم وعدمتوهم وكثير من عدهم لحد الآن بالسجن البقى منهم أحياء مرضى في آخر أيام حياتهم تدعون الآن مقاومة مقاومة من تقاومون من هذا الكذب معيب الآن أمريكا طيب مونت اللي اللي وقعتوا على اتفاقية التسميته اتفاقية الأمنية عام 2009 مع الأمريكان واتفاقية سميته استراتيجية وتعاون مستمر مهو هذا أنتم مو بالألفين وعطة عشر اللي دعيتوا الأمريكان تعالوا يا بس أعدونا على داعش مهذا واقع الحال مو هذا جيشكم وهي قواكم الأمنية وقدراتكم وميليشياتكم وهي اللي تدربت أمريكا مو تسليحكم كل أمريكي هس أمريكا محتلة متجسسة وعابثة بسيادة العراق هي من زمان يعني هس اكتشفتوا هذا الموضوع الآن عندما إيران عندها وما حكات مع أمريكا الآن صارت أمريكا مقروهة ومو صديقتكم ومو هي اللي جابت جاءت بكم ومو هي اللي دمرت البلاد ومو هي اللي كنتوا سموها جيش تحرير ومو هي اللي بنت لكم العملية السياسية ومو هي شكلت أحزابكم ومو هي شكلتكم مجلس الحكم مو هي لشعة الطائفية وكيفتوا بيها ويتفتوا لها محياي يعني ماذا يمكن أن توصفون به أنتم يعني أي وصف ممكن توصف به هذه الطغمة التي تحكم العراق من أي نوعية أنتم غريبة عجيبة يعني ما هذه أمريكية وباتر عقبة بس تتراضى طهران مع واشنطن تصير أمريكية الأم الحنون وصير العمسام وتصير وتصير السفيرة الأمريكية القالة ألينة وعلى رأسكم ما يتفتر وتلتقي بحزابكم وقواكم وسمعكم كلام الآن مركز تجسس هذا هذا هاي واحد من المضحكات المبكيات في هذا البلد لذلك الحكم في أنكم لم تأتوا لتأسيس دولة أنتم جئتوا تأسسون سلطة لعصابات ليس أكثر تسرقون تقتلون وسيطرون على العالم ليس أكثر وهي سيطرتكم على العراق بسبب الأموال لو كان العراق فقيرا والله ما كنت جئتوا ولا لكم شغلة بي بس العراق فقير غني جدا واجهتوا لو كان العراق فقيرا ما كنت جئتوا لأن العراق غني وأموال متروكة وما سايب فتسرقون وتنهبون وتقتلون من أجلها وتتكلمون بالوطنية والسيادة والاستقلال أي سيادة أي استقلال سيادة منها صحيحة ومنها خطأ يعني نسمح ليران تتغول بالعراق هذه سيادة مضمونة واستقلال مضمون لكن نسمح لأمريكا ما أنتم سمحت لأمريكا وهي أمريكا اللي جت احتلت العراق وجابتكم وأسقطت العراق كله من علاقة بنظام سابق وأسقطت العراق كله وقتلت العراقين ودمرتهم واعتقلتهم وهانتهم وكسرت بيوتهم وكل منجزاتهم وكل بناءهم ليش هو البناء اللي السابق هو مال أبوحاد ومن أموال العراقية هاي الأموال اللي تتسرقوها ليش هي مالكم مالتكم هاي اللي تتوزعوها ضحايا وما ضحايا ورفح وقال رفح وما ديش رفحاء هاي مين هاي الفلوس هاي مالتكم هاي اللي هاي العراقية ما ديش في الشديد هذه الصورة التي تحاولون أن تخفوها عن ضآلة فكركم وضآلة تصرفكم وصغركم ولا أعرف ماذا تسمون العراق كبير جدا جدا وعظيم جدا جدا والعظم لله وأنتم صغار جدا لا تستحقون أن تكونوا في العراق مع الأسف الشديد وقد هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة